وحول المباحثات اليمنية في الكويت ينضم إلينا من عدن الكاتب والمحلل السياسي فؤاد مسعد أستاذ فؤاد أهلا بك أستاذ فؤاد كما نعلم من المباحثات المباشرة اليوم بين وفدي الشرعية والميليشيات ما هو سقف التوقعات المتوقعة لديك حقيقة أن البداية التي استهلتها ممثل ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع ليست مطمئنة ولا تدفع بأي قدر من التفاؤل لأنهم أول ما فعلوه بعد وصولهم إلى الكويت أن أعلنوا تحفظهم على أجندة القرار الأممي وعلى أجندة المفاوضات نفسها وهذه الأجندة ليست جديدة هي نفسها الأجندة التي طرحت عليهم ووافقوا عليها في التمهيد لهذه المفاوضات وكان قبولهم بالتوجه إلى الكويت على هذا الأساس فجاءوا لينفاوضوا هذه الأجندة ويكون أول إعلان لهم أنهم متحفظون على هذه الأجندة إذا كانوا متحفظين على هذه الأجندة وهي الأساس للتفاوض فلماذا ذهبوا أساسا؟ هؤلاء لا يعرفون إلا لغة واحدة هي لغة الحسب ولغة القوة وكل يوم يثبتون أنهم لا يحترمون الحوار لا يعرفون أخلاق ولا مبادئ الحوار وهذه هي الأدلة التي نرىها حتى هذه اللحظة فيما يعلنونها وما يفعلونها الآن في الكويت نعم أستاذ فهد هل تعتقد أن تحفظ الميليشيات على النقاط الخمس التي يتضمنها قرار الأمم المتحدة رقم 22-16 هل تعتقد أن هذا مقدمة لإفشال مباحثات الكويت خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار تمسك الوفد الحكومي بمرجعية القرار كأساس للتفاوض؟ مرجعية القرار هو أساس للتفاوض حتى بموافقة الحوثيين أنفسهم الحوثيين عند حوارهم سواء مع اللجان المشتركة في صنعاء أو حتى حواراتهم مع الأشيقاء في السعودية كان على أساس أن يذهبوا إلى الكويت للبحث في آليات تنفيذ القرار الأممي بأجندته وبنوده الواضحة والمعروفة والمعلنة وبالتالي فهم عندما يلتزمون أولا أن هذه ستكون هي أساس التفاوض وهي المادة الرئيسية للحوار ولمفاوضات مع وفد الحكومة الشرعية ثم يعلنون أنهم متحفظون على هذه النقاط إذن على ما سيتم التفاوض هل سنناقش قضايا جنوب أفريقيا مثلا هذه هي أساس التفاوض وإلا لماذا ذهبوا هم يريدون فقط العبث بالوقت يريدون أن يتلعبوا بمشاعر اليمنيين يستغل لون الحالة السيئة التي وصل إليها الوضع الإنساني في مختلف محافظات اليمنية خصوصا المناطق التي لا تزال تشهد مزيد من الحرب وخصوصا المناطق التي يسيطرون عليها وبالتالي يمارسون الخداع وتضليل الرأي العام في الداخل وفي الخارج على أنهم يبحثون عن السلام لكن عندما يأتي المحكة الحقيقية للسلام وعندما تأتي الفرص الحقيقية لإحلال السلام يتلعبون ويمارسون دورهم في الخداع وفي النكت بالعهود والوعود أستاذ فؤاد إلى أي مدى يمكن للانقلابيين أن يلتزموا بهذه القرارات خصوصا أن وفدة شرعية حذر من أي تغيير في جدول الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالقرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني إلى أي مدى يمكن أن يلتزموا بهذه القرارات هؤلاء كما ذكرت لك لا يمكن أن يلتزموا بأي قرار طبيعة هذه الميليشيات التي تتكون على أسس عنصرية وعلى أسس سلالية وعلى أسس القتل والقتل وحدة لا تعرف مبادئ الحوار ولا أخلاق الحوار وكيف تتم إجراءات التفاوض وكيف تكون هناك التناجرات من مختلف الأطراف الحكومة اليمنية تراجلت كثيرا عندما قبلت بهذه المفاوضات وهي تثبت ردود فعل الحوثيين تثبت أن مفاوضات عبثية عبثوا لأكثر من سنة في جينيف واحد وجينيف اثنين والآن هل يريدون أن نقضي عاما آخر في كويت واحد وكويت اثنين هذه عبثوا هؤلاء لا يعرفون إلا لغة واحدة ونحن مع قيادة التحالف العربي أنه إذا فشلت مفاوضات الكويت وهي ربما ستفشل بالنظر إلى هذه المقدمات أن يعود الجميع الحكومة والمقاومة والشعب لخيار الحسم العسكري مع هذه الجماعات الإرهابية نعم أستاذ فؤاد مسعد الكاتب والمحلل السياسي من عدن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك